من ضمن الأسئلة أنا سمعت إن في اسكندرية ما فيه فرص للماركتنج أو التسويق المقصود والمحاسبة هي الأكثر وجوداً من الأكاونتنج الحقيقة ده بيرجع لي نقطة معينة إن الأسكندرية للأسف زي بقى المحافظات في مصر بخلاف القاهرة والجيزة فرص العمل فيها قليلة فالناس بتضطر نتيجة القاهرة والجيزة النقطة هنا المهمة إنه فيه كتير جداً من اللي في اسكندرية المحاسبة ممكن إنها تكون أكتر لأن الفامل بيزنس أو النشاط العائلي أكتر بمعنى إنه ممكن إن حضرتك تجد إنه كذا حد فتح مكتب محاسبة اللي هو حاجات عائلية بينما الماركتنج عادتاً بيبقى شركة أو مؤسسة أو مكان أو كان ولكن النصيحتي ندخل الحاجة اللي احنا بنحبها لأن ده هيساعدنا كتير جداً جداً على إن إحنا مش بس لأن أكيد في اسكندرية فيه ناس عاوزة ماركتنج فيه مستشفات كبيرة وفيه أهم شركات وفيه معرفة شيء حتى على فكرة الحاجات الفامل بيزنس دي ده تبقى بتكبر بقت مهتمة بمكان يا جماعة ده حتى الناس اللي بتشتغل في المحلات الملابس دلوقتي بقى وعمدهم ماركتنج تيم وكده فلا لو حضرتك بتحب الحاجات دي دخلي الحاجة اللي انت بتحبيها والله أعلم يكون كمان تسافر الخليج والله أعلم يكون تجليك شغلة أونلاين وتشتغلي يعني بلاش يبقى إحنا فقط مختصر التفكير بتاعنا في البنطقة بتاعتنا وربنا وفقك وكتبوا كل خير بإذن الله